أول تنظيم يزبح النساء وأول تنظيم يزبح ويفجر الأطفال يعني في مسجد الروضة فقط في مصر قتل عشرون طفلا يعني ما ذنب هؤلاء هم ذهبوا إلى المسجد اللي يصلوا آمنين فرحين بيوم الجمعة استحبتهم يا إما أمهاتهم في قسم النساء أو آباؤهم فإذا بجسس الأطفال عشرين جسة وأيضا في مسجد القديح عدد كبير من القتلة كل هؤلاء صنعته داعش وداعش لم تراجع نفسها حتى اليوم وتركيا لم تراجع نفسها في هذه القرارات أو تقول أنها أخطأت تركيا لم تراجع نفسها ولم تعلن أنها أخطأت في سياستها في سوريا عامة وفي تكوين داعش ونصرة جابهة النصرة ودعمها كل العمليات الإرهابية التي حدثت في السوا في السعودية أو في مصر أو في ليبيا أو في غيرها تتحمل تركيا جزء من مسؤوليتها لأنها أخطأت خطأا كبيرا في هذا الملف وعمر ما دولة ساهمت في تكوين جماعة إرهابية وإلا وابتليت بها وإلا ودارت عليها الدوائر بأن هذه الجماعة تقصدها بالشر وتقصدها بالإرهاب والقتل والدماء نريد أن تراجع تركيا سياستها وتعود إلى رجدها ولا تدخل في شؤون الدول الأخرى سواء سوريا أو مصر أو سوريا